ضحايا بلا إنصاف وجنات بلا عقوبة تلك هي قصة الانتهاكات في اليمن التي لم تجد طريقها للعدالة رغم نشوء المبادرات الأممية وتشكيل اللجان الدولية وتكرار المنظمات الحقوقية مطالباتها بالمساءلة والتحقيق أحدث تلك المناشدات مطالبة عشرات المنظمات بالنظر العاجل في الانتهاكات المستمرة في اليمن حيث دعت 49 منظمة محلية ودولية الأمم المتحدة إلى تشكيل آلية تحقيق جنائية مستقلة بشأن الجرائم المرتكبة من قبل جميع الأطراف بحسب الرسالة الموجهة للأمم المتحدة الرسالة وجهت إلى دورة مجلس حقوق الإنسان المقرر عقادها خلال سبتمبر الجاري وقالت المنظمات إنما وصفتهم بأطراف النزاع تسبب بمعاناة كبيرة للمدنيين ولا تزال مستمرة في ارتكاب انتهاكاتها متهمة إياها بالفشل في إجراء تحقيقات فعالة مؤكدة أن الجميع ليست لديه الجدية في تقديم تعويضات وضمان العدالة للضحايا تبدو المنظمات الحقوقية متفقة مع دعوة فريق الخبراء للمجتمع دولي باتخاذ مبادرات محددة منها إحالة وضع الحقوق في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وتشكيل آلية تحقيق تركز على المساءلة إلا أن هذه المطالبات الحقوقية كما تؤكد وقايع السنوات الماضية لن تجدي نفعا طالما والأطراف المعنية بالحل في اليمن متورطة بنظر مراقبين في تمييع العدالة الانتقالية بدأت قصة الانتهاكات في اليمن منذ 2011 إلا أن اليمن ورغم مرور أكثر من سبع سنوات شهد ارتفاعا في منسوب الجرائم المرتكبة بحق المدنيين نتيجة سيطرة الميليشيات التابعة لدول إقليمية على المؤسسات المعنية بالإنصاف كالقضاء كما أن إمكانية الملاحقة الدولية للجناة تبدو صعبة بالنظر إلى توقف عمل لجنة الخبراء الدولية ما يضع سؤال العدالة رهين صفقات الرعاة الإقليمين والدوليين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر